السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عام 1927 قدام خمسين عالم في وسط لندن ظهر اختراع عبهر العالم وأثر بشكل كبير على المجتمع والثقافة وبأجوز من الحياة اليومية لكتير من الناس ده بسبب انه بيحتوع على اخبار وحداث وبرامج ترفية اختراع التلفزيون ازاي ظهر اختراع التلفزيون ومين اختراعه وازاي تطول التلفزيون لغاية وقتين الحالة ده اللي على اعرف مع بعض النهاردة معاكم عبدالله محمد من قلات الفيلسوف موسيقى بدلت الافكار في اختراع التلفزيون في اواخر الكرن التاسع عشر واواءل الكرن عشرين واللي ساعت فيها اكتير من العلاماء وخلال الحرب العالمية التانية توقف العمل على التلفزيون بعد انتهاء الحرب بزر تطوير التلفزيون ثاني وده من خلال اضافة اللون الى صورة التلفزيون وتوسيع البس التلفزيون واللي بقى يوصل عن طريق اشارات الراديو VHF و VHF من محطات الارضية او عن طريق اشارات المايكروب من الاكمار الصناعية. اللي بتدور حول الارض. عشان يبقى وسيلة جمهورية مهمة للاعلان والدعاية والطرفية. بدأت حكاية التلفزيون في الكرن التاسع عشر. وده عن طريق اختراع الهاتف. من العالم اريكساندر جراهان بيل. من خلال السمح للصوت البشري والانتقال عبر الاسلاك لمسافات طويلة. من مكان التاني. اللي يمنع عن تقال الصور من مكان التاني. وهنا بدأ اول خطواته لنعال باحث العلماني. عام الف تمنمية اربعة تمانين. والي بتخر نزام للارسال الصور عبر الاسلاك من خلال اقراص دوارة. واشتغ عليه اسم التلسكوب الكهرابي. لكنه كان شكل مبكر من اشكال التلفزيون. وده شجع علماء ومهندسين كتير علشان يشتغلوا على فكرة التلفزيون. ويساهموا في بناءه. ومن المختار الامريكي شارلس فرانسيز. والي نشر في عام الف تسعمائة وتلاتاشر. مقارن بعنوان موشن بكتشر باي ويرلس. السورة متحركة عن طريق الاتصال اللاسلك. وفي عام الف تسعمائة خمسة عشرين استخدم نزام نيبوكو. عشان يقلل صورة زلية لطحونة هوائية متحركة. على مسافة خمسة اميال. المحطة ازعية بحرية في ميري لاند. الى مختبره في واشنطن. ده من خلال ماسح دول الكورس متكون من تمانية اربعين سطر. وفي نفس السنة ياخد برات اختراع امريكية بسبب انجازه. بعدها بسنة في اليابان يقارد كانجيرو تاكياناجي نزام تلفزيون استخدم فيه. نزام نيبوكو وشاشة سي ارتي. في مدرسة امامستو الصناعية السنوية. والنموذج ده موجود لغد الوقت ومعارض في متحف تاكياناجي التسكاري. في جامعة جازوكا. بعدها حاول حسن النزام. لكن ويفت التحسينات بسبب دخول اليابان في الحرب العالمية التانية. فعام الف تسعمائة سبع وعشرين قدم المهندس اسكتلاندي جون بيرد اول عرض تلفزيون الحقيقي في العالم. قدم خمسين علامة في وسط لندن. بعدها اسل شركة بيود تلفزيون دفولومينت كامبان. عشان بعدها بسانة يحقق اول بس تلفزيوني عبر المحيط الاطلس بين لندن والنيويورك. وهذا ليوصل للتلفزيون الملول من المجسم. وفي عام الف تسعمائة وتلاتين عمل لأول مرة بس خارجي عن الديربي. والبس التلفزيوني للبي بي سي في عام الف تسعمائة ستة وتلاتين. وعلى الناحط تانية في روسيا كان العالم بيساعد العالم الفيزيائي في تجاربه على نظام التلفزيون بشكل مستقر. عشان يحسن نظام نبك. ويبدل الاقراس بانبيب عشعة الكاسود. وهي تقنية طورها الفيزيائي الالماني كارل براون. وبتعمل من خلال وضع انبيب عشعة الكاسود داخل الكاميرا عشان يتم برسال الصور داخل جهاز الاستبال. وفي عام الف تسعمائة وتسعتاشر حاجة زوروكين للولايات المتاحة. عشان يكمل تطوير التلفزيون. وهناك قدر ياسس اول نظام تلفزيوني الالكتروني بك كامل. واللي اظهره في عام الف تسعمائة تلاتة وعشرين. في المؤتمر لمهندسي الرادو. واللي اظهر فيه برات اختراعه. ايكونوسكوب. وكمل بيني الحضور ديفيد سارنوف. المدير التنفيذي لي. رادو كوبوريشر اف امريكا. اكبر شركة اتصالات في الوقت ده. اختصارها ار سي اي. وهنا اعجب سارنوف باختراع زوروكين. باستخدام عشعة الكاسود بدلا من اقراص نبق. بعدها عين سارنوف زوروكين رئيس لكسم التلفزيون في مختبر ار سي اي. في مدينة نيجيرسي. وفي نفس الوقت كان المخترع الامريكي فيلو فرنسورس بيتطور في التلفزيون. عشان يخترق اول تلفزيون الالكتروني بالكامل. في عام الف تسعمائة سبعة وعشرين. وادر يبس صورة بسيطة بالابعض والعسود لعلامة الدولار. وده باستخدام عن بوبل كاميرا المرشح للصور. ولدواره وحصل على بارات اختراع فيه. من غير اي اجزاء ميكانيكية. فعام الف تسعمائة تلاتين عمل اول محطة تلفزيونية. واللي بسيطة في نيويورك في شركة ار سي اي. بعدها وقد نفسه متورطا في معارقة قانونية طويلة. مع ار سي اي. بسبب ان بارات اختراع زوروكين عام الف تسعمائة ترتة وعشرين. لها الاولوية على اختراعات فرنسورس. لكن مختب بارات الاختراع الامريكي حكم لصالح فرنسورس. عام الف تسعمائة اربعة وتلاتين. وده بمساعدة جزئية من ميدال السنوية قديم لفرنسورس. واللي كان محتفظ برسم رئيس الاختراع التلفزيون. بعدها انتقل فرنسورس للمجالات بحسية اخرى. منها الانشطار النوم. وخلال عام الف تسعمائة واربعين لغاية الحرب العالمية التانية كان استجدام التلفزيون محدود. وده بسبب ان اكتر من ثمانين في المائة من المنازل كانت بتستخدم الردو. لكن بعد العرب العالمية التانية بدأ التلفزيون في الاتجاه السائل. حيث يمتلك اكتر من نصف المنازل امريكية اجهزية التلفزيون. كمان بدأ يتطور التلفزيون من تلفزيون ابت وسود للتلفزيون الملوة. واللي بدأت في عام الف تسعمائة خمسة شتين. بعدها بدأ انتشار التلفزيون الرقمي ما اواخر الكنو الواحد والعشرين. وهو نقل الصوت والفيديو زي الدي فيدي. عن طريق اشارة معالجة رقمية متعددة. واللي بيدعم اكتر من النامج واحد في نفس الاطاقة التردد للقناة. لكنها كانت مكلفة. ده بسبب الاداء العالي لها. بعدها دخل التلفزيون لتطور التكنولوجي علشان يطلع لنا سمارت تلفزيون. واللي بيعمل على التقارب التكنولوجي بين اجهزة التلفزيون واجهزة الكمبيوتر واجهزة الاستيبال. ده غير الوظافة التقليدية لاجهزة التلفزيون. مع اضافة بعض الوساط زي الوصول لشبكة الواي فاي واليو اس بي ومساحة تخزين داخلية. بسبب التطورات دي اصبح اختراع تلفزيون وسيلة اتصال جديدة. وده بسبب انه بيسمح ببس الاحداث الحائية والاخبار والبرامج الترفيهية. لمعنين الاشخاص في جماعة الحياة العالية. وده خليه احد اكثر وسائل الاتصال الشعبية وتأثيرها على مستوى العالم. كمان اضافة طابعة ديمقراطية على المعلومات. بحيث متاح للاشخاص الوصول للمعلومات والاخبار في جماعة الحياة العالم. بغض النظر عن موقعه. وتعزيز التبادر الثقافة والتفاهم بين مختلف البلدان والمجتمعات. ينوصل لحد هنا. اللي وصل يعمل لنا لايك عشان يعرف في كم واحد وصل. فكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة